السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا درس في التنقل على مرصوفة التنقل على مرصوفة من كتاب الرياضيات على الصفحة 15 من كتاب السنة الثالثة ابتدائي أعزج مكتسباتي لاحظ كيف بدأ رائد تمثيل طريق عودته من المدرسة إلى المنزل بأسهم أنقله على كراسك ثم أكمله إذن هذا الرسم نعوده نرسمه على الكراس ثم نكمله الآن قال أنا ما عنديش الوقت ربما سأكتب على الكتاب مباشرة لكن ثم كتبوه على الكراس ثم قوموا بحل تمنين على الكراس إذن نلاحظ أمين من المربع الأول إلى المربع الثاني وضعنا سهل الآن بين المربع الثاني والمربع الذي بالأسفل أيضا عند ناسه إذن مثلناه في زوج واش نديره يزيد من المربع هذا ينزل إلى المربع الثاني ونمثله هنا الآن واش ندير من المربع هذا نحو المربع هذا بهذا الشكل ثم نكتبه هنا نفس الشيء ينتقل أفقيا ثم ينتقل عموديا نحو الأسفل الآن عموديا نحو الأسفل أيضا عموديا نحو الأسفل ثم أفقيا نحو اليمين مفهوم كل من نرسمه واحد مننا نعود ونكتبه هنا الآن ننتقل إلى الشطر الثاني قال لاحظ موقع كل حيوان على المرصوفة ثم أنقل الجدول التالي وأكمله أيضا نرسم هذا الجدول هذا الجدول الذي في الأسفل نرسمه على الكراس ثم نكمل الترتيب مفهوم الآن لدينا الأسد موجود على المربع أو على المرصوفة ألف ثلاثة نبحث على الأسد الأسد هنا إذن ألف ثلاثة ألف ثلاثة هو على السطر ألف على العمود الثالث مفهوم الآن الدب أين هو الدب هنا الدب على السطر با العمود خمسة على السطر با العمود خمسة إذن نكتب با خمسة الفيل أين هو الفيل هنا الفيل أين نبدأ؟ نبدأ بإثنان إثنان جيم لا نبدأ بالسطر جيم العمود الثاني إذن جيم إثنان الغزالة الغزالة هنا إذن جيم أربعة الآن لدينا ها ستة نبحث عن ما هو الحيوان ها ستة ها ستة يلتقي في هذه النقطة إذن هو القط أو الهر القط جيم إثنان جيم إثنان جيم إثنان هو الفيل الفيل أكتب تشفير كل خطوة في المسلك الملون بالأحمر قال أكتب تشفير كل خطوة في المسلك الملون بالأحمر نكتب تشفير تاع هذه المربعات أو المسلك الأحمر المربع الأول هو جيم س خمسة لأن المربع هو والتشفير هو جيم خمسة التشفير الثاني نفس الشيء هو جيم ستة نجيم ستة التشفير الثالث ينتقل إلى الأعلى دال ستة دال ستة فو ما فو إذن ماذا تعلمت من هذا الدرس يمكن تنقل على مرسوفة حسب السطر يمينا أو يسارا وحسب العمود إلى الأعلى أو الأسفل نعين موقع خانة على مرسوفة من خلال تقاطع سطر وعمود منها معناك نجي نعين المرسوفة نشوف العمود ونشوف السطر باش نلقوا المرسوفة هديك كيفاش ندير لها التشفير تح فو إلى هناك وخلاص معنا الفيديو التي نعينها اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر